أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد خلال جلسة في اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي بدافز أن استثمار دولة الإمارات في القطاعات التكنولوجية الناشئة يمثل دورا مهما في دعم النمو الاقتصادي للدولة من خلال تحفيز الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال وأن دولة الإمارات تمتلك فرصا متنامية لمواصلة ترسيخ لمو قطاع التكنولوجيا في السنوات القادمة وقال معالي سلطان العلماء أن القيادة في الإمارات كانت على الدوام رائدة في احتماد نموذج حوكمة مبتكر قاد البلاد إلى أن تصبح رائدة في العصر الحديث في قطاعات عالمية